ماذا سيحدث في الموسم الجديد من مسلسل الطائر الرافراف؟ من هو كاتب السيناريو الجديد لمسلسل طائر الرافراف التلفزيوني؟ وما هي التطورات الجديدة بشأن سيناريو الموسم الجديد؟ متى يبدأ تصوير الموسم الجديد؟ ماذا سيكون غرض ابنة أخت إفاكت سيربيل؟ كل هذا وأكثر في هذا الفيديو أنصحكم بمشاهدة هذا الفيديو بعناية حتى النهاية لتجنب تفويت أي تفاصيل بداية قبل أن أبدأ هذا الفيديو الخاص بي لا تنسوا الاشتراك ومتابعة الصفحة بداية ذكرت في الفيديو الأخير أنه سيتم الإعلان عن كاتب السيناريو الجديد لمسلسل الطائر الرافراف بنهاية هذا الشهر كما ذكرت تم الإعلان عن كاتب السيناريو الجديد لمسلسل طائر الرافراف أصبحت زينب بونيتش كاتبة السيناريو الجديد لمسلسل طائر الرافراف التلفزيوني ورغم أن اسم مقبول كوسيف ذكر أخيرا إلا أنه يبدو أن الإسم كانت زينب بونيش وبذلك ستقوم زينب بونيش بكتابة سيناريو الموسم الجديد من مسرسل الطائر الرفراف لم يتبقى سوى وقت قصير حتى تصوير الموسم الجديد للمسرسل ومن المقرر أن يكون موعد تصوير الموسم الجديد هو 26 أغوستوس وبالتالي سيبدأ فريق الطائر الرفراف في التصوير في الأسبوع الأخير من شهر أغوستوس ومن المقرر أن يبدأ المسرسل في الأسبوع الثاني أو الثالث من شهر سبتمبر زينب بونيش التي ستكتب السيناريو للموسم الجديد كتبت مشاريع مهمة ويعتقد أن سيناريو المسرسل الذي ترتفع التوقعات عن هذا الموسم سيسعد الجمهور بالإضافة إلى ذلك يواصل ميرت رامدان ديمير أحد أبرز ممثل المسرسل تصوير فيلمه الجديد ومن المقرر أن يبدأ ميرت رامدان ديمير تصوير المسرسل بعد الانتهاء من الفيلم العاطفي الذي سيلعب فيه دور الشاب يدعى جيهان والذي خرج من السجن كانت هذه آخر التطورات للموسم الجديد المنتظر بفارغ السبر أما بالنسبة للمسرسل فسنشاهد موسما جديدا يصل فيه حب سيران وفريد إلى ذروته بما أن مشكلة مرض سيران سيتم حلها سنرى حملة سيران في وقت قصير في الواقع مع مرور الوقت من الممكن الانتقال مباشرة إلى عملية الحملة هذه ثم يمكننا رؤية الطفل الأول لسيران وفريد بالطبع نحن بحاجة لرؤية حملة سيران في بضعة حلقة على الأقل أولا بمعنى آخر لن يتم التغذب على حملة سيران بسهولة ولهذا السبب أعتقد أننا سنرى المشاكل التي مرت بها سيران وفريد خلال فترة حملها أو الأحداث التي واجهتها كما أن ابنة أخت إفاقات سيربيل التي لا يمكنني التحدث عنها كثيرا في مقاطع الفيديو الخاصة بي ستصنع اسما لنفسها في الموسم الجديد على الرغم من أنه من غير المتوقع حدوث قضية جديدة لبيرين إلا أن سيربيل لن تقف مكتوفة الأيدي وستكشف رسميا أنها ابنة شقيقة إفاقات على الرغم من رغبتها في الاعتناء بفريد قليلا إلا أنه لن يمنح سيربيل الفرصة لأنه سيكون مهتما بمشاكل طفلها وحملة سيران ومن ناحية أخرى ستقوم سيربيل بالعديد من التحركات التي من شأنها أن تضع إفاقات في موقف صعب في هذا الجزء أعتقد أنه ستكون مشغول جدا مع سونا وليست مع سيران سونا ستعتقد أن سيربيل هي شخصية مشابهة لإفاقات وستحاول معرفة غرضها ستكون سونا اسما رئيسيا جدا في هذا الجزء لأن أول شخص يعرف سبب مجيء سيربيل إلى القصر هي سونا من خلال الفهم الكامل حقيقة أن إفاقات قتلة العرافة فكرية ستفهم سونا أيضا سبب قدوم سيربيل إلى القصر لكنني أعتقد أن المزيد من الأحداث المتفجرة ستحدث في هذه المرحلة لذلك لن تعلم سونا فقط أن إفاقات قتلت العرافة فكرية وفي الوقت نفسي أعتقد أنها ستعلم لأول مرة أن سيربيل هي في الواقع إمنة إفاقات وكأن هذا لم يكن كافيا فسوف تعلم أن إفاقات قتلت فاضلة كورهان لذا في هذه المرحلة وصول سيربيل إلى القصر سيكشف بعض الأسرار وبالمثل أعتقد أنه سيتم الكشف عن أسرار أخرى لا نعرفها بعد ولهذا السبب فإن وصول شخصية سيربيل إلى القصر سيغير التوازن ولكن من الجدير بالذكر أيضا أنه منذ وصول كاتب سيناريو جديد ستكون هناك بالتأكيد تغييرات في هذه السيناريوهات في الواقع قد يتم إرغاء سيناريو شخصية سيربيل في وقت لا نتوقعه وبالتالي يمكنها توديع المسلسل قبل البدء الموسم إذا كنتم تتذكرون حدث مثل هذا الموقف في بداية الموسم الثاني بينما كان من المتوقع تواجد طارق وعائلة إحسل في الموسم الجديد إلا أنهم تركوا المسلسل فجأة وفقا للسيناريو قبل بدء الموسم الجديد لذلك الآن بعد أن بدأ تصوير الموسم الجديد قد تكون هناك تغييرات في السيناريوهات التي ذكرتها أخيرا